السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكو حبايبي في فيديو جديد من قطفل محس وكل سنون طيبين طب العيد زي ما وعدتوكم ان شاء الله سهل وسريع مفيش اسهل من كده اه الناس اللي عايزة حاجة سريعة بواقي الخلوط اللي عندها مش هتنزلت تشتري ولا تتعبي نفسك يلا بسرعة ان شاء الله على آآ آآ نوع الخيط اللي نستخدمه باي بواقي عندك والوحدة وطريقة التشبيك وفيش اسرع من كده يلا نجيزي قبل العيد ونبتدي بسم الله هستخدم خيط ليزا آآ ديفا او خيط روما اللي اتنين آآ نفس آآ الفتلة بس روما الارخص آآ سنة هستخدم اي لون واللون ابيض ده آآ اللي هو الكفر بتاع الوحدة قدم ابراستانلس مقاس خمسة بينا تمام همسك الخيط كده هلفه كده هدخل الخيط من تحت اهو واروح سحبة الخيط ده كده اهو كده عملت عقدة بداية هشغل السلسلة عادية خالص هاخد لفة وعمل سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر عندي اتناشر سلسلة هقفل هدخل في اول سلسلة عندي هنا وهاخد لفة واطلع من اي حاجة على الابرة اطلع من حلقة دي ومن حلقة دي لو انت مبتدئة آآ عندنا في القناة تعليم من البداية وتعليم من البداية وتعليم الخرص من البداية همسك الفتلة دي مع الفتلة دي كده علشان آآ آآ انا اضفها معي بالمرة هلفهم معي كأنهم فتلة واحدة هاخد لفة واطلع من حلقة كده ادي واحد سلسلة اخد لفة كمان وادي السلسلة رقم اتنين هيخد دي كمان هيدي سلسلة رقم تلاتة عملت تلاتة سلسلة بدل اول عمود هسحب بقى فتلة اللي هي البقية دي سلسلة دي هتتقصي زيادة دي هتتقصي هاخد لفة وادخل فتحة كبيرة دي وهعمل عمود هاخد لفة لفة واخرج من حلقتين لفة واخرج من حلقتين انا عملت عمود لفة وهدخل هنا هون لفة وهاخرج لفة واخرج من حلقتين لفة واخرج من حلقتين انا عملت عمود هاخد لفة وادخل جوه الدايرة كبيرة لفة واخرج لفة واخرج من حلقتين لفة واخرج من حلقتين هعمل اعمدة في قلب الدايرة لغالية ما تتميلي لغاية ما يبقوا معي كم تمانية وعشرين عمود انا هكمل العمدة لغاية ما يبقوا تمانية وعشرين عمود بعد ما عملت تمانية وعشرين عمود. خلاص خلصة مهمة اللون ده. هعمل ايه? هتأكد تلاتة سلسلة الاولين عمود. وبعدها آآ العمود اللي بعدها هنعيد باقيان ده اول عمود وغنبيه سبعة وعشرين عمود. ادي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشرة بعتاشر ستاشرة تمانتاشر عشرين اتنين عشرين بعتاشر ستاشر تمانية عشرين. هدخل في اول سلسلة من التلاتة من فوق. واخد لفة واسحبها من المعاية كده. منزلقة. وهو قص الخيط. هسيب حتة بس عشان ابقى نظف فيها الخير. هيخد لفة واسحب كده عشان اامن الدايرة بتاعتي. تقدر تستعملي اي آآ لون اي الوان عندك. انا عبقى بعمل دوائر كده آآ كتير. عندي وبعدين بشان اعمل لك كوفر الابنت. علشان ابدأ آآ اشبكها آآ او آآ اعمل آآ اللون اللي اللي انا حابق. طول قبل ما اتغيري اللون. هتروحي واخده آآ ابل التنظيف. استلس او بلاست بس انا بحب الاستلس عن نفسي يعني. وفي ظهر الشغل ايه دي وش الشغل? في ظهر الشغل هبدأ انظفها. وطبعا هتبدأي تنظفي كل الشغل لما تخلصي بنفس الطريقة. هتخشي كده مع اتجاه الغرز. كأنك بتخيطي وتسحبي الخيط. وبترجعي تاني لو الابرة فلتت. الخيط فلت كده. بتماشي الابرة. وبعدين بتحشي الخيط. في قلب الابرة هنا. وبتسحبي. وبتقصي طبعا الزيادات دي. هنجيب اللون الابيض. اللون التاني. هسحب. انا بسحب بصي من نص البقرة علشان آآ ما تتبهدلش معاكي وتفقى سلسة وما تتحركش بصي هتفضل اسحبي وهي ما بتحركش من مكانها. هعمل عقدة بداية هلف الخيط كده. وهجيب الابرة كده. وهعمل عقدة بداية. ليه? عشان اعرف اشتغل منها كويس. هسحب الابرة. هدخل هنا في اي عمود قابلني. انا هدخل في اول عمود انا كنت شغالة فيه. هسحب الحلقة البيضة. دي. وهمسك الفتلتين سوا برضو. وهعمل اربعة سلسلة. ادي واحد. اتنين. تلاتة هي التانية بسرعة بس انا بعملها براها عشان ابرها لكم. وقادي رابع سلسلة. وطبعا زيادة برضو هنقصها. هياخد لفة وفوق العمود التاني على طول. هروح الدخلة فوق العمود كده هو. وياخد لفة. وهعمل عمود. سلسلة. هياخد لفة فوق العمود اللي بعديها. هيبسي هنا في عندك هي حلقتين هنا هو كده. باروح سحبة واعمل عمود. سلسلة. وادخل فوق العمود اللي بعديها. واخد لفة واعمل عمود. سلسلة. واخد لفة فوق العمود اللي بعديها. وعمل عمود. سلسلة. واخد لفة فوق العمود اللي بعديها. هدخل. وعمل عمود. وهكذا لغاية اخر. السطر. هعمل سلسلة عمود. سلسلة عمود فوق كل عمود. هيبقى عندي تمانية وعشرين عمود بين كل عمود وعمود. سلسلة. اخر السطر بقى عندي تمانية وعشرين عمود. هعمل سلسلة. هشبك في تالت سلسلة من تحت. ادي واحد اتنين تلاتة. انا كده كنت عاملة في الاول اربعة. انا كده سايبة سلسلة بتاعة الفراغ. كده انا خلاص الدور التاني والدور التالت خلاص اخر دور. شتفتوا اسهل من كده? احنا قلنا عاملين بنفس الوحدة دي اه خدد ايه قبل كده بس ما كانتش ملونة. هندخل في الفراغ الاولين اللي هيقبني. هياخد لفة. هدخل اطلع من نفس الحلقة اللي في ايدي ودي غرزة منزلقة. هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. هاخد لفة وادخل في نفس الفراغ واعمل عمود. انا كده عملت عمودين. هاخد لفة في الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود مع بعض. ادي واحد اتنين. في الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود مع بعض. ادي واحد اتنين. كده انا عملت ستة عمدة كل عمودين في فراغ. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة سلسلة. هياخد لفة هفوت فراغ وفي الفراغ اللي بعده هعمل عمودين. في الفراغ اللي بعده كمان عمودين. في الفراغ اللي بعده كمان عمودين. بعد ما عملت ست عمودة كل عمودين ففراغ. هعمل سلسلة وحدة بس. واخد لفة في الفراغ اللي بعده على طول مش هفوت حاجة هعمل عمودين. الفراغ اللي بعضه عمودين الفراغ اللي بعضه عمودين كده عملت كام؟ ستة عمودة كمان هذا ستة وسلسلة وستة وبعدين هعمل تسعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة سلسلة وهياخد لفة هسيك فراغ في الفراغ اللي بعضه هعمل اتنين عمود اجي واحد اتنين في الفراغ اللي بعده اتنين عمود ادي واحد اتنين في الفراغ اللي بعده اتنين عمود سلسلة في الفراغ اللي بعده اتنين عمود ادي واحد اتنين في الفراغ اللي بعده اتنين عمود واحد اتنين في الفراغ اللي بعده اتنين عمود وهكذا وبعد كده هعمل تسع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة سلسلة. هاخد لفة هسيب فراغ في الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود اهو. بنفس الطريقة كده. اللي هي تسعة سلاسل ستة عمدة سلسلة ستة عمدة تسعة سلاسل وبعدين نسيب فراغ وهكرر ادي تاني وهرجع لكم. عملت هنا ستة عمدة سلسلة ستة عمدة وعملت تسعة سلاسل هاخد لفة هسيب فراغ وعندي تلاتة فراغات رأيين هعمل في كل فراغ منهم اتنين. عمود واحد اتنين في الفراغ اللي بعده واحد اتنين في فراغ اللي بعده واحد اتنين. احنا ممكن نعمل من الغرزة دي من الواحدة دي حلاقي كتير اول. هنعمل سلسلة. هنشبك في اول سلسلة من فوق بغرزة منزلقة. هسيب مسافة كده. وقص. واسحب دي. وطبعا هنضفها. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. بعد ما بخلص الوحدة. وقبل ما كمل هقول لكم طولها وعرضها. علشان على اساس ده هنقدر بنعرف احنا محتاجين كام الدين حوالي 6 نصف سنتي وكدا عرضها نفس العرض. تمام قلي 6 سنتي. خلص. عشان هنقدر نحسب اي مشروع احنا محتاجين قدية. هنبدأ في تسبيل. الوحدة الاولانية دايما بتبقى كاملة. الوحدة الثانية اللي هتعمليها. هنشتغل الاعمدة الاولانية اللي هي باللون ده وهنشتغل تاني دور اللي هو بالابيض ونبدأ نشبك في الدور التالت. عملت اربعة سلسلة وهاخد لفة وهعمل عمود فوق العمود التاني سلسلة وعمود فوق العمود اللي بعده وهكذا لغاية ما خلص الدور كل. اخر السطر هشبك هنا عادي في تالت سلسلة من تحت واحد اتنين تلاتة بغرزة منزلقة. السطر اللي هو الاخير اللي هو رقم تلاتة هو اللي نبدأ نشبك فيه. هندخل هنا هون في الفراغ هنعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة هنعمل عمود في نفس الفراغ. في الفراغ اللي بعده هنعمل اتنين عمود واحد اتنين. في الفراغ اللي بعده هنعمل اتنين عمود واحد اتنين. هنعمل البعض سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. سواني هتشبك في اول قطعة انا دول شبكتهم وهواريك ازاي هنبدأ نكمل تشبيك عادي. هيا لو انت هشبكي هنشبك من اليمين للشمال. من النحياتي للنحياتي. فانشبك من هنا من هنا. انا هشبك في الوحدة دي. علشان بعد كده هشبك لكم اللي هو الجنبين تبقوا عارفين. هنا عندي دول تسعة سلسلة. قرب لكم الصورة. دول تسعة سلسلة. خلاص? هدفل. ده الوش من الظهر كده. هعيد واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. هدخل في خمس سلسلة هنا هو. واخد لفة واسحبها من اللي في ايدي. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة بعدها. هاخد لفة هسيد الفراغ اللي بعديها على طول. وفي تاني فراغ هعمل اتنين عمود. ادي واحد ادي اتنين. في الفراغ اللي بعدها هعمل اتنين عمود. ادي واحد. ادي اتنين. في الفراغ اللي بعدها اتنين عمود. واحد. اتنين. في الوحدة الورا بظهر الشغل اهو. هدخل في الفراغ اللي بين هنا فيه هنا ستة عمدة والستعمدة. في فراغ بينهم. هدخل واسحة. سلسلة. هروح سحباها من اللي في ايدي كده. هاخد لفة. هكمل في الفراغ اللي بعدها على طول. اتنين عمود ادي واحد. اتنين. في الفراغ اللي بعديها اتنين عمود. ادي واحد. اتنين. الفراغ اللي بعديها اتنين عمود. واحد. اتنين. هعمل اربع سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. هنا عندي دول التجمع. لو مشا لو لو انت لست اول واحدة هتعمليها هتعدي من هنا من بعد العاملة دي واحد اتنين تلاتة اربعة وفي رقم خمسة هتدخلي وتاخدي لفة وتسحبيها من اللي في ايديك كده وبعدين اعمل بعديها واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وهاخد لفة خلاص بقى هتعمل الوحدة اللي في ايدي. هسيب الفراغ ده وفي الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود. والفراغ اللي بعده اتنين عمود. والفراغ اللي بعده اتنين عمود. سلسلة واكمل باقي الوحدة عادي خالص اللي هو ستة عمدة في تلات فراغات وربعة وبعد كده تسعة سلسلة وهسيب فراغ. اهو. كده. انا عملت ستة عمدة سلسلة ستة عمدة. هعمل تسعة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة سلسلة. هاخد لفة هسيب الفراغ ده. وفي الفراغ التاني هعمل عمود والتاني في نفس الفراغ. وهكمل لاخر الوحدة بنفس. الطريقة. اي دي? ستة عمدة سلسلة وبعدها على طول في كل فراغ عمودين تلات فراغات هيبقوا ستة عمدة خمسة ستة اهو وبعدين هعمل تسعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة سلسلة هياخد لفة هسيب الفراغ ده وفي الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود واحد اتنين. في الفراغ اللي بعده اتنين عمود. وفي الفراغ اللي بعده الاخير اتنين عمود. عشان نقفل الوحدة هنعمل سلسلة واحدة وهنقفل في اول سلسلة من فوق من السلسل دي. بغرزة منزلقة. هنقطع الخيط. انا عارفة ان الوحدات بتاخد تنظيف شوية بس شكلها رائع وتنفع بقى بواقي الخيوط جدا. اهي. كده الوحدة بتاعتك تشبكت في الوحدات. هيسلكه اه بعد ما نسبك بس الاول دي. هيسلكه اه الطول والعطو. هقول لك الشال هياخد كم وحدة? والكفية هتاخد كم وحدة? ولو هتعمل المفرش هتعمل اه ازاي? هعمل اه انا عملت قريدي اللي هي الاعمدة. بصوا. عشان بس تبقوا عارفين. انا عاملة شوية. وحطاهم في خيط كده عشان ما يضعوش مني. عاملة ايني. عاتت عشتغل شوية دوائر كتير. عشان مش كولي شوية بيقعدة غير اللون. يعني انا الوقت اشتغلت اكتر من ثلاثين دايرة. وبعد كده اروح مشبكة لقباد عشان يسهل عليك الشغل. لما بتعمل قسيني الشغل مراحل بيقسم عليك الشغل كتير. فانا عاملة قريدي وحطاهم في خيط عشان ما يعدوش يضيقوا وادور عليهم. عاملة من كل لون حبة. وهنشتغل. فانا قريدي عملت الدايرة دي. هعمل السطر اللي هو فيه عمو سلسلة. وارجع فيه التشبيه على طول. هشبك بقى انا عمز السطر اهو التالت. التاني هنبدأ في التالي. هدخل في الفراغ واعمل منزلقة. هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة. وفي نفس الفراغ هعمل عمود. في الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود. الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود. وهعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. التشبيه هيبدأ من النقطة دي. ثم هنا ثم هنا. هنشابك بزبط. هنا 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 هنا. تمام كده? اقرب لك الصورة. انا حطها كده عشان تعرفي. التشبيه بيبدأ من هنا خلي بالك. هنا عملت اربعة سلسلة خلاص. في الزاوية دي. همسكها بص كده اهو. واقلبها على ظهرها كده. مش هلب خلص الشور بس يعني هرفعها فوق كده. هعد من الجنب اليمين واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي رقم خمسة هدخل واسحب لفة واسحبها من اللي في ايدي. وبعدين اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة بعدها. هياخد لفة في الزاوية اه او الوحدة اللي في ايدي. هسيب فراغ. وفي الفراغ التاني هعمل اتنين عمود. واحد اتنى. في البعدية اتنين عمود واحد اتنى. في الفراغ اللي بعديها اتنين عمود واحد اتنى. هرجع للوحدة دي خلي بالك علشان دي ما تلفش منك كده. اللي هي دي. يعني على طول شغلك يبقى عيدل كده. علشان ما تلفش ويبقى شكلها مش هلو. الوحدة اللي في ايدي اهيه. كده. ده هو ده ده. ده مش هلوية. والوحدة اللي في ايدي ده مش هلوية ودهرها هو كده لي. هدخل في الفراغ اللي بين الاتناشر عمود وهياخد لفة واسحبها من عنش. عادي هعمل ستة اعمدة جنب بعض في تلات فراغات في كل فراغ عمودين. ادي عمودين في اول فراغ وعمودين في تاني فراغ وعمودين في تالت فراغ. هعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. هنا في نقطة التجمع دي. خلي بالك. اما اسحب خواستنها بمعنى. اهي كده. مش اخد في الجنب ده واسيب ده. لأ. هنا دي اجي مسكة كده ودي مسكة كده. حاول اخدها في النص هنا. علشان تبقى شكلها حلو. هاخد لفة. واسحبها من هنا. بعدها هعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. هاخد لفة. هرجع للوحدة اللي في ايجي. هسيب الفراغ. واعمل اتنين عمود في تلات فراغات. يبقوهم ستة اعمدة. ادي اتنين في اول فراغ. وادي اتنين في تاني فراغ. وادي اتنين في تالت فراغ. في الوحدة التانية هدخل هنا واسحب بسلسلة هنا. واخد لفة。 واعمل اتنين عمود في الفراغ اللي بعده. واتنين عمود في الفراغ اللي بعده. واتنين عمود في الفراغ اللي بعده. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. هنا في اخر جزئيها هاشبكها هعد من عمود هناو بعدها سلسلة اتنين تلاتة اربعة وفي خامس سلسلة هاخد لفة واسحبها من السلسلة اللي في ايدي. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة بعديها وهاخد لفة هسيب الفراغ ده في الفراغ التاني هعمل اتنين عمود في الفراغ اللي بعده اتنين عمود في الفراغ اللي بعده اتنين عمود سلسلة وبعدين ستة عمدة خلاص وما ارجع لهم. عملت ستة عمدة البقية وتسعة سلسلة هياخد لفة هسيب فراغ وفي ايدي تلات فراغات اللي جايين دول هعمل آآ عمودين في كل آآ فراغ بس خلاص كده. هتفضل الشبك الوحدات كلها كده لغاية ما توصلت طول اللي انت حابه. اشبك الوحدات. تمام? لغاية ما عملت دي كلها. عملت اتنين اربعة ستة تمانية تسع وحدات آآ طول. واتنين اربعة خمس وحدات آآ الارتفاع يعني. ماشي ده ده بالعرض كده. وده الارتفاع خمس وحدات. طبعا في ايدي كنزة يزود لك كده او كده زي ما انت اه حابة. تمام? انا هتنين نصين. طبعا بالتنين يوم نصين على اساس ايه? على اساس محيط كده. على محيط الصدر. محيط الصدر الاي اللي هتعملي له البلوز او التوب او تدقيس على تي شيرت او اي حاجة عندك. دي محيطها آآ واحد. طبعا حسنا هنعمل هنا وحدة. هنشبكها هنا عشان نشبك الجنب ده بالجنب ده. واحد بتباسين سنتي يعني محيط الصدر حوالي آآ آآ اتنين آآ وستين آآ سنتي لغاية خمسة ستين ايه شغال معاك لان الكرشي طبعا زي ما انت عارفة آآ بيموت. عملت هنا هشبك الوحدتين آآ ببعض جيهم. انا عايزة اعرفك انت عشان تشبكيها. عشان تشبكي هتشبكي الجزئية ازاي? اللي هما انت كده خلاص ايه بتتنيها? زي محيط آآ او الصدر اعلى ومطقة عندك آآ جابت. فخلاص هتبدأ ايبقى تشبكي الجزئية دي بالجزئية دي. خلاص? طبعا بنسك الالوان هجوفي واحدة اللي هحطها هنا هون. عملت السطر الاول والسطر التاني. وهبدأ من السطر التالت علشان اشبك. هدخل هنا هون واخد لفة. واعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة. هعمل عمود في نفس الفراغ. وعمودين في الفراغ اللي بعديها زي ما انتو عارفين. وعمودين في الفراغ اللي بعدها. هعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. هابتأ شبك فين بقى? هنا هون. قرب لكم الصورة. كده. يعني هشل دي جده عشان نعرف نشوف. خلاص? هشبك. هنا هون في الجزئية دي. زي ما بنشبك اي وحدة. هنا. هنعد من بعد العمود ده. واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي السلسلة رقم خمسة هندخل الابرة كده. هناخد لفة. ونطلع من السلسلة اللي في ايدينا. هنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وهاخد لفة. هسيب فراغ في الفراغ التاني هعمل عمودين. وعمودين في الفراغ اللي بعديه. او عمودين في الفراغ اللي بعديه. هاجي. هنا في الفراغ اللي بين الاعمدة هدخل واخد سلسلة اسحبها من عندي. هياخد لفة وفي الفراغ اللي جنبها على طول هعمل عمودين. في الفراغ اللي بعديها هعمل عمودين. في الفراغ اللي بعديها هعمل عمودين. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وهشبك هنا في التجمع بتاع الواحدتين. وهقفل كده. تمام? هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وهاخد لفة. هسيب الفراغ ده. وفي الفراغ اللي جنبه هعمل اتنين عمود. ادي واحد اتنين. في الفراغ اللي بعده اتنين عمود واحد. اتنين. في الفراغ اللي بعده اتنين عمود واحد اتنين. سلسلة. في الفراغ اللي جنبه اتنين عمود. واحد اتنين. في الفراغ اللي جنبه اتنين. عمود واحد. اتنين. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. وهنا هشبك في جزئية تانية خلي بالك شغلك يبقى عدر علشان توصلي صح. هتبدأ توصلي فين? اهو الشغل اهو كده. تمام? انا دي جزئية اللي انا فيها. هشبك من هنا الاول. من تحت. خلاص. هشبك في التجمع بتاعهم ده. واخد لفة. واقفل كده. وعمل واحد اتنين تلاتة. اربعة سلسلة وهياخد لفة. وبعدين هكمل في الوحدة اللي في ايجي. سيب الفراغ ده وفي الفراغ التناني هعمل عمودين. في الفراغ اللي بعده هعمل عمودين. في الفراغ اللي بعده هعمل عمودين. هاجي الوحدة اللي هي هنا في الجنب التاني. هدخل جوه هنا واسحف تلسلة. وبعد كده هكمل لاقي الوحدة. هعمل عمودين. في الفراغ اللي بعده. عمودين في الفراغ اللي بعده. عمودين في الفراغ اللي بعده. هنعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وهنا هنشبك هنا هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هندخل في خمس سلسلة وناخد لفة ونعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وناخد لفة هنسيب الفراغ ده وهنا في الفراغ اللي بعده هنعمل عمودين وفي الفراغ اللي بعده هنعمل عمودين وفي الفراغ اللي بعده هنعمل عمودين بغاية ما نخلص الوحدة. هنعمل سلسلة وهنشبك في اول سلسلة هنا بغرزة من آآ منزلقة وهنقطع الخيط علشان نعمل الوحدة اللي بعدها. اهو. تمام? اهي. بصت شبكت ازاي? التشبيك بتاعي اهو. انا شبكت من النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنحة تانية من النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي. وشغلت فوق وتحت عيتي. اللي بعديها اللي هي الوحدة اللي بعديها هنشبك كده كده كده. تمام? لا وعيش دانا ورهلكم ورهلكم برضو. عشان انا شبك الجزئية دي انا الاول عملت وحدة اللي هي عملت سطرين وعملت الستة عميد اللي بنعملهم في الاول. اوكي? هشبك بصوحة تقولكو دي بس عشان تشوفوا احنا بنعمل ايه? التشبيك هيبدأ من النقطة دي. من النقطة دي تجمع ده. والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي. هنبدأ من هنا. خلاص? هنعمل. اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. هاجي عن تتجمع النقطة دي هلفها كده على دهرها كده. وادخل. واسحب. سلسلة كده. وبعد كده اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وهاخد لفة. هسيب فراغ وفي الفراغ اللي بعده هعمل عمودين. ادي واحد. ادي اتنين. في الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود. ادي واحد اتنين. في الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود. ادي واحد اتنين. هاجي. في النقطة دي بس من وراء. اللي هي بين الاعمدة. هدخل هنا. ايه. واسحب السلسلة من هنا. وبعد كده هعمل في الفراغ اللي بعده اتنين عمود. اجي واحد. اتنين. في الفراغ اللي بعده اتنين عمود. والفراغ اللي بعده اتنين عمود. واعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. هبدأ شابك فين في عدد التجمع ده. هدفه كده برضو. وهس ادخل هنا في نقطة التجمع واسحب سلسلة. وبعد لعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. هاخد لفة وهسيب الفراغ ده في الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود. الفراغ اللي بعده اتنين عمود. فالفراغ اللي بعده اتنين عمود. هسبك فين? هنا هون في النقطة دي. هدخل هنا واسحب وبعدين هعمل اتنين عمود. فكل فراغ هيقابلني من التلاتة اللي جايين. اجي اتنين عمود. وبعدين اتنين عمود. وبعدين اتنين عمود. هعمل بعض سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. هبدأ شابك فين? هنا هون في التجمع ده. وبعدين عمود واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وهياخد لفة. هسيب فراغ في الفراغ اللي بعده هعمل اتنين عمود. الفراغ اللي بعده اتنين عمود. هشبك. انهو. وبعد كده اكمل باقي الوحدة. عادي بقى خالص. لسه ارسل تجبيكة اللي هي بتاعت الزاوية اللي بقى. الوحدة دي اللي هو بنشبك بيه دي هي اللي بتاعتش هشبكي اللي اربع آآ اتجاهات. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة وهنا بقى هشبك اخر جزئية اللي هي ايه الحمراء اللي في جاية. تمام? شبكنا هنا وهنا 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 ناقص هنشبك في الوحدة اللي هي اخر واحدة دي. هيجي في التدموع ده كده. واسحب. وبعد كده اكمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وهاخد لفة هسيب فراغ وبيعمل اتنين عمود فيه تلات فراغات اللي بقين. في كل فراغ اتنين عمود. خلصت الوحدة. هكمل بقى الوحدتين اللي بقين. شوفوا ما انت عايز تعملين الطول اللي انت حبايا. قبل ما تخلص اه اكد من المقاز بتاعي المقاز بتاعي اهو عامل اهو تلاتة وتلاتين اه سنتي تلاتة وتلاتين اه سنتي اه يعني ممكن يموتش شوية صغيرين. اه طبعا في اتنين. خلاص? والطول اللي انت حبايا. تمام? هكمل انا التلات وحدات دول وبعدين ارجع عشان نقفل البلوزة اه من فوق. كله وخلص. هبتدي بقى من فوق. ايه طبعا ايه وفوق زي تحت زي ما انت عايزة بس هنستي بقى ايه نشتغل. هنشتغل من اول فين احنا مش هنعمل حردة. هل الحردة تبقى حردة بسيطة. بمعنى. احنا الوقت هنا في عندنا اربعة سلسلة وهنا اربعة سلسلة اللي اه في الجنب الوحدة تي. دول هنسيبهم. وهنسيب الاربعة والاربعة دول من ناحية دي. وهنبتدي من اول عمود هنا. نشتغل. ليه? علشان دي تعتبر كانان حردة بتاعتي. حردة بسيطة يعني مش مش حاجة جامدة. هنعمل عقدة بداية في الخيط. ونسحب من هنا. من اول عمود. هنعدي عدد الوحدات القدام قد الورا. خلاص? هعمل. واحد. اتنين. تلاتة سلسلة. هياخد لفة. هفوت عمود فوق العمود اللي جنبه هعمل عمود. وهعمل عمود فوق العمود اللي بعده. عمود فوق العمود اللي بعده. عمود فوق العمود اللي بعده. هفوت السلسلة دي. وهعمل عمود فوق العمود اللي بعده. 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 هفوت عمود. وهعمل عمود. انا الاربع الستة عمود بعمل فوقيهم خمس عمود. اوكي? هنعدي اربعة سلسلة. هاعمل فيهم اربعة عميدة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. عندي هنا التقابل بتاعي الواحدتين. هعمل فوقيهم عمود واحد. هنا عندي اربعة سلسلة. هعمل فوقيهم اربعة عميدة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. هعمل عمود فوق اول عمود يقابلني. هسيب العمود اللي بعده. عمود فوق. تاني عمود هيقابلني. عمود فوق العمود اللي بعده. عمود فوق العمود اللي بعده. عمود فوق العمود اللي بعده. هسيب سلسلة. عمود فوق العمود اللي بعده. عمود فوق العمود اللي بعده. المهم. العدد في الاخر يبقى يقبل اسمه على آآ تلاتة. اوكي? فانت حاولت وسطان. يعني انت مسلا لقيت العدد بقى زيادة. حاولت وسطان. خلاص. يعني. احنا هنا عاملنا اربعة واربعة يبقوا تمانية. واحد تسعين. اكيدا تلاتة دول بيقبل اسمه على تلاتة. خلاص. هنا خمسة وخمسة. آآ عشرة واحد حداشر. حيب احنا ممكن نزود كمان آآ عمود. علشان يبقوا اتناشر. عشان دول تسعة ودول اتناشر يبقى له الاسم على آآ تلاتة. بصوا ازود هنا كمان ايه? عمود. هنزبطها. عمود. هنا عندي في الفراغ هعمل اربع عمدة. واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. فوق العمود التجمع ده هعمل عمود وفي الفراغ اللي بعده هعمل اربعة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. هنا بقى عندي ستة عمد. هعمل فوق كل عمود عمود وهنا فوق كل عمود عمود هسي السلسلة دي. هيبقوا عندي اتناشر يبقى كده بيقبل اسمها على تلاتة. تمام? ما تخليش الاسمها ايه? الشغل ده يبقى عمدة كتير. ماشي? هكمل لغاية. خلي بقى لك بقى ان الوش هيبقى الوحده والضهر الوحده. يعني انا هعمل الوحدة دي كمان. والوحدة دي كمان. وهيجي عند الوحدة دي وهقف. اه كده. دي في حالة لو انت عملتي آآ مقاس صغير. يعني آآ مش طبعا مش هيبقى خمس وحدات. مسلا عملة مقاس آآ سنتين مقاسات الصغيرة دي بتبقى الحردة بسيطة. تبقى انت عملة مقاس اكبر. مسلا مسلا سبع سنين آآ عشر سنين حداشر سنة وهكزا. هتبقى ملي ايه? هتسيب الوحدة دي كلها. والوحدة دي كلها وتعملي الجزئية دي في النص. عشان الحردة تبقى اكبر. عملة المدامات كبيرة هتسيب برضو وحدة علشان دي المقاس معاكي آآ آآ مريح. تمام? انا هعمل المقاس عشر سنة. يبقى انا هعمل ايه? هسيب الوحدة دي كلها والوحدة دي كلها. وهعمل في التلات وحدات دول بدون وراء الدول. البطل هو الدوران كده عشان يتبقى مريح. هعمل ايه? هبتدي من اول فين? من اول الفاصل ده. تمام? من اول الفاصل ده كده. وهسحب الخيط. واعمل تلاتة سلسلة بدل اول. عمود. وهبتدي الشهر. ادي واحد. اتنين. تلاتة. هعمل جوه الفراغ ده. تلاتة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. دي هنا تلاتة اعمدة. علشان انا عايزة يبقى مضافات رقم تلاتة. فهنا يبقى ستة وستة وهنا تلاتة. فيبقى كده مصبوط. هعمل. عمود فوق كل عمود من الاعمدة. الستة دي. وهتجاهل السلسلة اللي في النص. ادي كده رقم. اربعة. خمسة. ستة. هتجاهل السلسلة دي. واعمل فوق. باقي الاعمدة. الستة. تمام? هنا هون. هنعمل اربعة عمود. اهي في الاول بس اللي تلاتة. خلاص وفي الاخر بده تبقى تلاتة. هنا هنعمل اربعة عمود. واحد اتنين تلاتة. اربعة. وهنا في النص واحد. واربعة عمود في الفراغ اللي بعديها. وبعد كده عمود فوق كل عمود لغاية ما خلص الجزئية دي. تمام? اوه. هعمل عمود فوق كل عمود. في الفراغ هنا هعمل اربعة عمود. هنا عمود في الفاصل. وبعدين اربعة عمود. وبعدين عمود فوق كل عمود بس هسيبي سلسلة دي لغاية مخلص اه تلتة وحديات كاملية. عاملة المعاس الكبير او الحردة صغيرة او حردة كبيرة انا بنسبالي حردة دي كده لقيتها ايه مظبوطة. ماشي? يعني ايه ماشي مظبوطة. لكن لو عملتها اقل من كده اه هتبقى ضيئة. لو انت عاملة سن مسلا سنة اسيبي دول بس. لو سن مسلا سنتين ممكن تسيبي لنص الوحدة هنا كده. فهمة? كل ما بتزودي ساعة السنين بتزودي لحردة عشان تبقى مرياحة مع اه اه خلاص? يعني انا عملتها من اول هنا لقيتها دا يا فارحة ايه? منقصاها اه شوية. هجيب الخيط الاخدر او اي لون انت عايزها طبعا من لون الالوان اللي في البلوزر. خلاص? هعمل عقدة بداية. كده? هدخل الخيط في اول غرزة انا اشتغلتها ايا كان بعد اشتغلتها في اني جزئية. في اول سلسلة هنا هدخل الخيط وهعمل تلاتة سلسلة. ادي واحد اتنين انا واخد الفتلة دي معا عشان ايه بالمرة عشان ايه بدل التنظيف. تلاتة دول تلاتة بدل اول عمود. واروح كمان مزودة تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. خلاص? هاخد لفة. هعد واحد اتنين تلاتة. وبعد التلاتة عمودة دول هروح دخلة وعملة عمود. هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة. هاخد لفة. هعد 1-2-3 وجنبيها هروح عملة عمود عرفتي بقولك متى فترة قم 3 1-2-3 سلسلة وهاخد لف هعد 1-2-3 وجنبيها هروح عملة عمود انا لو بتلاحظ ان انا بدأت باليمين برضو خلاص الخيط الابيض هناك في الجنب الشمال هرجع بقى بي 1-2-3 سلسلة وهاخد لف وهعد 1-2-3 وبعديها هروح عملة عمود هشتغل كده لغاية مخلص السطر كل هشتغل من الوان الموجودة في قلب التوب او البلوزة تمام هكمل لغاية اخر السطر اخر واحدة اخد 3 سلسلة وانا هنا ببقى عملة 4 عمود فهعمل هناو في اخر عمود هعمل عمود وهقطع الخيط على البعدي كده وهبتدي ان انا اتوصيره لما اجي اعمل حتة لفو هرجع بقى بالخيط الابيض انا معي الخيط الابيض اهو هحط فيه الخيط كده وهلف الشقع هشد بصي سلسلة دي كده وهدخل هنا في قلب اول سلسلة من فوق واعمل غرزة منزلقة كده خلاص هعمل هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة كارتفاع وجوه الفراغ ده هعمل تلاتة اعمدة ادي واحد اتنين تلاتة سلسلة وتلات اعمدة هنا هون واحد اتنين تلاتة في الفراغ اللي بعديه لو انت حسيتي ان هي المسافة اه كبيرة ما تعملش سلسلة خلاص يعني ممكن نستنى عن السلسلة اصلا بس انا عشان اسهل عليك اعملت سلسلة عشان اسهل عليك اما تيجي تعملت دور اللي بعديه بقى مش هتقعد يتعدي وتفصيل فهمتش اه حسيتيها واسعة لا خلاص الغي سلسلة ودي حاجة في ادينا سلسلة وبعدين تلاتة اعمدة في الفراغ اللي بعده عايزة بقى تزودي لارتفاع ممكن تعمليها اه عمود بلفتين زي ما انت عايزة خلاص هعمل كده لغاية اخر السطر سلسلة وتلاتة اعمدة في كل فراغ ده كل اللي انا هعمله وقرر بقى الالوان وغير واعمل هعمل غاية اخر السطر بعد ما خلصت السطر بص في اخر جزئية بس هعمل اه عملت تلاتة اعمدة اخر واحدة وهنا هعدي من تحت من هنا السلسلة اتنين وفرقم تلاتة هدخل واعمل عمود العمود ده ارتفاع مقايا نين ملوش جاوة بالعدد الاساسي تمام هنشد الفتلة دي كده عشان ما تنسلش مني وهلف الشغل هدخل فوق اول عمود اللي هو ارتفاع ده انا عملاه هدخل كده واسحب اللون الجديد ايا كان اللون انت هتستخدمين تمام هعمل اول عودة بداية عشان اعرف اه اتعامل معي انت ممكن على فكرة تستحبين من غير ما تعملين عودة بداية بس دي عشان نتأمن الشغل اكتر تمام اهو هسحب الاحمر كده وهعمل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبعدين هاخد لفة وادخل هنا في الفراغ ده انا بقى عملتلك عشان كده عملتلك الفراغ عشان ما تعجيش تعيدي بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة واخد لفة في الفراغ هعمل عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي الفراغ هعمل عمود وهكذا لغاية اخر السطر اخر السطر هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة وهاخد لفة هنا عندي تلاتة اللي هم جوه هو اللي على الحرف ده الارتفاع هدخل عندي تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هدخل في اول سلسلة فوق هنا او التالتة من تحت واعمل عمود وكده سكرا ايوها الاحمر كده تمام هنا بقى الفطلة هي من النهياج البيضة هعمل نفس اللي انا عملته هرفحها الفوق كده اهو هخليها بقى من وره برضو هعد من تحت واحد اتنين تلاتة سلسلة وهدخل اخد لفة كده واعمل منزلك خلاص هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة كارتفاع وهدخل هنا في الفراغ واعمل تلاتة اعمدة اجي واحد اتنين تلاتة سلسلة هعمل في الفراغ اللي بعده تلاتة اعمدة وهكذا هذا الشغل لغاية ماوصل لفين لغاية ماوصل للارتفاع اللي انا حباه لحردة البوت تمام يعني اول هنعمل سلسلة وتلاتة اعمدة لغاية السن اللي انا شغالة عنده يعني الاطفال الصغيرين خالص بصي انا هفضل بقى ارتفع دور الوان ودور ابيض دور الوان ودور ابيض لغاية ما او مسلا اعمل مسافة عشرة سنتي كده ولا حاجة وبعدين هعمل اه الحلية اللي هنا واقفلها اه من هنا وانا هكملها واعمل الضهرة طبعا عشان نبتدي نقفلها بعد ما اخلص اه العوامي دي بص لانا شبت ايه سايبة اه سايبة الوحدة دي كاملة والوحدة دي لغاية هناو تمام او ممكن تسيبه واحدة واحدة بس زي ما انت يا عايز انا كنت تسيبه واحدة دين وواحدة دين عشان يبقى برحيتها خلاص هنا اهو اه دو كده اللون الابيض خلاص انا مش هطاع اللون الابيض هروح جايبة اللون المفروضة الشغل وانا بصت الشغلت الجزئية دي هيعمل زيها بالزد هشغل اللون الاخضر هجيبه واعمل عقدة بداية هسبك هنا هو يا الجنب دي جنب دي اي حاجة مش مشكلة انا هسبك في الجنب دي هنا باول سلسلة هنا هو واسحب كده همسك الفتن دوندل مع بعض واعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هاخد لفة هسيب عمود اتنين تلاتة وبعديها هروح عاملة عمود واحد اتنين تلاتة هسيب عمود اتنين تلاتة وجنبيها هعمل عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة هاخد لفة عمود اتنين تلاتة وجنبيها بين العمودين هعمل عمود واحد اتنين تلاتة هاخد لفة هعيد واحد اتنين تلاتة عمودة وجنبيها هعمل عمود لغاية اخر السطر بعد ما وصلت الاخر السطر هعمل اخر واحدة تلاتة سلسلة هنا هسيه بتلات اعمدة وفوق اخر عمود انا هعمل عمود وخلص هقطع الخيط ده ايش محتاجة دلوقتي على اقل عشان هحتاجه بعد شوية هنكرر نفس اللي احنا عملناه بمعنى اه دي بعملها كده عشان تثبت بعد كده هسحب الفتلة البيضة من تحت هي حلف الشغل هدخل جوه اول السلسلة هنا اسحب الفتلة البيضة دي وادخل فوق اول سلسلة وهي اخد لفة واعمل واحد اتمين تلاتة سلسلة بدل اول عمود هدخل هنا هو في الفراغ ده هعمل تلاتة اعمدة ادي واحد اتنين تلاتة سلسلة هزيب العمود ده في الفراغ اللي بعده هعمل تلاتة اعمدة ادي واحد اتنين تلاتة سلسلة هدي الفراغ اللي بعده هعمل واحد اتنين تلاتة اعمدة سلسلة. في كل فراغ هعمل تلات اعمدة لغاية بخلص السطر. كله. بعد بخلصت السطر انا مش عطل خط لبت برضو. هسيبه كده. خلاص. وهاجي من هنا هو. من الجام اليمين هدخل الابرة هنا هو. هسحب اي لون انت عايزة تاني. انا هسحب الاحمر. فانت مشي بالترتيب انت عايزة. هنعمل بقى ايه كده. سطر ابيض وسطر اللي هو اللون. علشان نعمل ارتفاع اللي انتش عايزة. يعني يا رب بتعملي كده سطر كله كده. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هاخد لفة في الفراغ ده هعمل عمود. مش هعد بقى خلاص تاني. واحد اتنين تلاتة سلسلة. هاخد لفة في الفراغ ده هعمل عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة في الفراغ اللي بعده هعمل عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة في الفراغ اللي بعده هعمل عمود بالغاية اخر السطر. هنا اه انا خلاص بس في حاجة انا نسيتها السطر الفاتس اه معليش سمحوني. هنا كنت عملت اه هنا تلاتة اعمدة وباخد لفة وبعد من تحت واحد اتنين تلاتة سلسلة وادخل في تالت سلسلة من هنا واعمل عمود اللي هو البداية ونهاية بتاعتي. معليش سمحوني. كده اهو. خلاص اهو. واروح مكملة. هنا دي هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهاخد لفة فوق اخر عمود عندي هعمل عمود واقطع بقى الخيط ده خلاص انا مش آآ عيزايا دلوقتي. اهو. خلاص اهو. همسك بقى الخيط لابيض قلنا بقى هنلف في الشغل كده. هدخل الخيط الابرة فيه الخيط الابيض. بص السلسلة طويلة كده. هعد آآ ان هو اول السلسلة من هنا دي في العمود ده. واخد لفة اسحبها من هنا من عندي. هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة اللي هم بدل اول عمود. وادخل هنا هون واعمل تلات اعمدة. سلسلة تلات اعمدة في الفراغ اللي بعده. هكمل بقى لغة الاخر السلسلة. هكمل بنفس الطريقة. هعمل الالوان اللي انا عايزاها. وارجع عشان نفنش بقى الطب خالص. علشان تلحوط خلاصوه بامر الله. بعد ما عملت قدام وورا. تمام? آآ ليك المطلقة الحرية ان تسيبي الوحدة كاملة او تسيبي الوسطها او تسيبي حاجة على حسب الحردة على حسب السن. لو سن صغير هتسيبي اقل طبعا ده عشان سن كبير شوية فانا آآ سايبة آآ اكتر. تمام? انا عملت آآ دور ابيض ودور اخضر. وبعد كده عملت ابيض احمر. ابيض اصفر. ابيض ازرق وابيض. وهنعمل في الاخر دور آآ الموف. اخترل الالوان اللي انت عايزاها طبعا موجودة آآ عندك. هنعمل ده بقى حشو. دا ايه الميدور عشان نقفل به. وبعد كده نعمل آآ اسمها ايه? الحتة اللي بيتربط آآ منها. عملت عقدة. وهاجي هنا هو. على الحرف هنا. هدخل. هسحب دي كده. هعمل سلسلة. شايفين كل الغرز اللي بالعرض دي? هدخل هنا واخد لفة واعمل حشو. ادي واحد اتنين في نفس العمود. تلاتة حشو. هنقل على العمود اللي واحد اتنين تلاتة حشو. هنقل على بعديها واحد اتنين تلاتة حشو. هكمل كل الاعمل اللي في الصف ده بتلاتة حشو. لغاية ما وصل عند الوحدة دي. عملت اهو. حشو. هنا. هيجي بقى هنا فوق الوحدة دي. هعمل فوق كل عمود واحد حشو. هدخل فوق كل عمود واعمل واحدة حشو. هيجي عند الفراغ ده. هعمل اربعة حشو. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. هسيب الحشو. آآ فينا كده اتنين حشو. هعمل واحدة حشو. بس فوقيا. واعمل في الفراغ اللي بعد ديها. اربعة حشو. واحد اتنين. تلاتة. اربعة دي. هدخل تحت الباط. هنا هنا عندي عمود. هعمل فوق كل عمود حشو. لغاية ما اخلص آآ الجنب ده. هعمل كده. هسيب الفراغ ده. هعمل حشو. في الحشو اللي آآ فوق كل عمود. لغاية ما اوصل للفراغ. في الفراغ هعمل ايه? اربعة حشو. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. وصلنا للجنب التاني. هعمل واحدة حشو هنا في الحشو دي. هنا عندي الامودة اللي هي بالعرض. هعمل في كل عمود بالعرض تلاتة حشو. واحد اتنين. تلاتة. في كل عمود واحد اتنين تلاتة. لغاية ما خلص دي. بعد ما خلص آآ كده بصوا ايه دي كده هي بتاعة الحرضة الباط. تمام? بعد ما خلص دا بقى هاجي في الجزئية المستقيمة دي. هعمل ايه? فوق كل العمود هعمل غرزة حشو. مش اكتر ولا اقل. هعمل حشو. 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 هتجاهل الفراغ. واعمل فوق العمود البعدية. حشو. 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 هتجاهل الفراغ. فوق العمود البعدية. حشو. 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 هلاقيها لمت معي. خلاص? هكمل كل الجزئية دي فوق كل العمود. وهكمل آآ حشو. وهعمل هنا هو الجزئية دي. زي ما عملت الجزئية دي. بعد ما لفيت داير ميدور كله. هقفل هنا في اول غرزة انا عملتها بغرزة منزلقة. كده هو. ومش هقطع الخيط. انا بقى هعمل ايه سلسلة? الطول اللي انت يا حبان. ماشي. علشان دي اللي هنربط منها فوق. ويبقى شكلها حية. وهنحط في اخيرها الولاية اللي آآ هنقفل آآ بيها. اللي بقى هت المقاس اللي انت حباه. اهي. زي ما انت عايز. انا عملته اهو حوالي آآ يعني الطول اللي انت حباه. اقول لك بالمقاس برضو. دي عشان اللي عايز ستربتها فيونكا او حاجة. اللي عايز ستبينيها مش ستربتها فيونكا. هعمل لها ايه? اه من كده. دي حوالي اتنين وعشرين آآ سنتي. طبعا? هنجيب بقى في الاخر خلاص خلصنا. هنجيب آآ لولاية. في لولي صغير واللي كبير. انا حابة لانا حط الصغيرة. ايه. اللي تخدش فيها الابر. هدخل الابر هنا كده. وهسحب الخيط. بحيث دي عشان ما تقطش تتحرك مني. اهو. طبعا? اروح سحبها بين هنا اهو. بس. وقفل عليها قفلة كمان. وقطع الخيط الزيادة. خلاص شكرا مش عايزينه. بس. هعمل بقى بالالوان كلها نفس اللي انا عملت ده. هدخل. هنا اهو. وهسحب مسلا سي لون الازرق. هسحب لون الازرق. واعملوا بنفس الطريقة. هسحب بقى كل الالوان اللي انا حباها. آآ زي ما انتش عايز عايز تتكفي بالمواحد. عايز تتعمل للنواب. ده انا عالناس هيعمل الالوان اللي موجودة آآ في البلوزة او الطب. هاي. ده انا بتاخد الخطين سوا عشان ايه تتداري الخيط. اخيرها برضو هروح وحطة آآ لولاية. يا صغيرة اي جدير زي ما انتش عايزاها او بسحب الخيط من هنا كده. وروح افليه هنا. واخد افلة كمان عليها. وخلاص بوقتها اي زيادة. هعمل بقى اجل الاربع جوانب الكل الالوان اللي عندي. دايما انا عايزاها ويبقى كده ايه. اهو تمام. طبعا هنضف دي في الاخر كده واخفيها. اهو بصوا. طبعا انضيها عشان سن كبير. لو سن صغير تعملي الطول ده اللي تعملي حوالي عشر صنشي ولا حاجة. وبكده خلصت البلوزة. التوب ده ملبس 11 سنة. يعني يلبس من اول 7 سنين ل11 سنة في السنة ده. لو عايزة اصغر من كده طبعا هتقللي عدد الوحدات. لو عايزة اكبر من كده هتزودي عدد الوحدات وزودي الطول بتاعها. اه اه دي الشرائط بصوا بتتربك من هنا كده بشكلها لزيز. يا رب بكون على كم سهل عليكم. لايك بشكل الفيديو. واحبكم جدا. ويلا بسرعة بسرعة اللي حيعملي. ان شاء الله تخلصيه في اسرعة وقت قبل العيد. كل سنة وانتو طيبين. واشتركوا في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.